اشتركوا في القناة هذه الشريحة يعول عليها كثيرا في إصلاح حال البلاد احنا ايضا ان نحقق بهذا البلد وارد نبني هذا البلد وارد ناخد دورنا ليشغنا بالعكس يعني الجاهل هو اللي يصدى والفاسد هو اللي متصدي للمناصب والتعيينات وبالمقابل احنا يعني حقوقنا مهدورة اليوم مخرجات التعليم بالعراق تعاني من مشكلات كثيرة لابد من وقفة جدية ويجاد فرصة عمل لهؤلاء وإتاحة الفرصة لهم للتغيير يعني على مدى 16 عام المؤسسة التربوية بالعراق بائسة وذول اليوم هاي الشباب وهي شريحة الشباب لابد إتاحة الفرصة لهم للتغيير بأفكارهم الجديدة بطموحاتهم بتحقيق رغباتهم بالتغيير فاحنا بصراحة الرسالة اللي لازم توصل احنا ما ريد فرصة احنا ريد حقله حملة الشهادات العليا طالبوا ايضا بحياة افضل والقضاء على الفساد احنا من حملة الشهادات العليا نطالب بحقوقنا نطالب بحقوق الوطن اولا الوطن عانى كثير تقريبا اكثر من 16 سنة الكثير من الشراح معدمة نطالب بالحريات كذلك مستقبل اولادنا واطفالنا في ضياع مستمر السبب في ذلك هو سبب المحاصصة اكثر من حزب يطالب بحقه لكن الشعب اصبح مهمش وكذلك احنا حملة الشهادات العليا نطالب بحقنا سواء بالتعيين او بحق من حقوقنا احنا كمواطنة عراقية طالب بحقي حقي بالتغير حقي للحياة الافضل انا وغيري وكل اللي احنا خرجنا نطالب بحياة افضل وشيل الاحسن في كل مرة يخرج فيها حملة الشهادات العليا للاحتجاج يرجعون بوعود لا تسمن ولا تغني من قبل الجهات المختصة التي تأخذ دور المتفرج وتتعكز على عدم وجود التخصيصات المالية دون ان تكلف نفسها ولو باجراء دراسة علمية جادة لاستيعابهم وفتح افاق جديدة للاستفادة من علمهم